من الهجوم إلى الدفاع تتغير مسارات الحرب الروسية على أوكرانيا مع تزيلها مزيداً من الهجمات داخل الأراضي الروسية بانتظار تفسيرات أوكرانية عما يجري أهو هجوم الربيع الذي تم التبشير به خلال الأشهر الماضية أم مجرد صفعات جانبية تمهيداً للهجوم المنتظر؟ عبر خمسة محاور استكملت القوات الأوكرانية هجومها المستمر والذي أخذ منحاً موسعاً منذ مساء الأحد وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية من دون أن يكون هناك أي تعليق من نظيرتها الأوكرانية الهجوم في منطقة دومباس التي احتلتها روسيا كان مربكاً للروس خصوصاً تزامنه مع زيارة رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموفر للمنطقة مما أعطى الهجوم معناً أكبر من فعاليته زيادة مساحات التحرك العسكري الأوكراني صاحبه دعم أمريكي جاء على يد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي عبر عن أهمية النشاط العسكري في استعادة الأراضي الأوكرانية المهمة استراتيجياً من قبضة موسكو رفع سوية التحرشات بالقوات الروسية سواء داخل أوكرانيا أم روسيا وصولاً إلى الكريملين تفتح أبواباً واسعة عن الانتقام الروسي وطبيعته وحجمه مع خشية حقيقية من جر العالم لحرب قد تكون ذات صبغة عالمية